أخرى نسج فريق قوريا المدريد على نفس المنوال وتلقى الهزيمة الأولى في الليجة وكانت بثلاثة قصية في ضيافة فريق إشبيليا فتح الفريق الأندلسي باب التجير في الدقيقة السابعة عشر عبر لعبه البرتغالي أندري سيلفيا الذي عاد ليضاعف الغلة بعد ذلك بأربع دقائق فقط وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع رد فعل النادي الملكي سجل ويسام بن يدر الهدف الثالث لفريق إشبيليا الذي رفع رصيده لعشر نقاط بفريق ثلاث نقاط عن ثناء الصدارة البارسا والريال